قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم دولي المغربي صابق يدعم الأصود والرقراجي قبل انطلاق كأس أفريقيا بطريقة خاصة الرقراجي هدفي هو وضع صورة جديدة للمتواجين بالكان إلى جانب أبطال 1976 الرقراجي يحذر نجم المنتخب المغربي بشدتين قبل كأس أمام أفريقيا دولي المغربي صابق يدعم الأصود والرقراجي قبل انطلاق كأس أفريقيا بطريقة خاصة عمد الدولي المغربي الصابق يوصف المختاري إلى تقديم الدعم لعناصر المنتخب الوطني والمدرب والدرقراجي قبل مشاركة في نهاية كأس أمام أفريقيا المقررة بالكودفور ووجهت دولي السابق رسالة مؤترة للعبين عبر مقطع فيديو قصير وقام المختاري بتوجه رسالة تحفيزية للعبين مطالبا إياهما بضررة التتويج باللقب الأفريقي وأكد اللاعب الصابق في رسالتها معكم يوصف المختاري لقد حان وقتنا سنة 2024 لنتوج بلقب كأس أفريقيا لأن كل المغرب معكم وعبر اللاعب الصابق عن دعمه لوليد رقراجي مودريب المنتخب الوطني في العرس الأفريقي الرقراجي هدفي هو وضع صورة جديدة للمتواجن بالكان إلى جانب أبطال 1976 أكد وليد رقراجي مودريب المنتخب الوطني المغربية أنه يطمح لتتويج رفقة أصد الأطلس بلقب كأس أمام إفريقيا 2023 التي تنطلق غدا السبت في الكودفور وقال رقراجي في حوار مع شبكة سان أن لدينا أهداف مهمة في مركز تدريب مجمع محمد السادس لكرة القدم توجد صورة للمنتخب الوطني الذي كان آخر الفائزين بكأس أفريقيا عام 1976 كل يوم عندما يأتي اللاعب إلى هنا ينظرون إلى الصورة ويستلهمون ذلك وأضاف الإطار الوطني هدفي كمدرب ليس إزالت هذه الصورة ولكن وضع صورة جديدة للفائزين التاليين هنا وسيدشن أصد الأطلس مشوارهم في دور المجموعة في كأس أفريقيا بمواجهة منتخب طنزانيا يوم الأربعاء السابع عشر من يناير الجاري الرقراجي يحذر النجم المنتخب المغربي قبل كأس أفريقيا حذر ولد رقراجي المدير الفني لمنتخب المغرب لاعبه عزدين أناحي من الانشغال بالعروض الشتوية التي تلقها مؤخرا وشدد مدرب الأصد على ضرورة تركيز أناحي في مشواره بكأس أفريقيا كي يكرر ظهوره المثالي مثل ما فعل في مونديا القطر 2022 ويلعب أناحي مع مرسلية لكن التقارير الصعفية تربطه بمغادرة الفريق الفرنسي الذي انتقل إليه من أنجي في شتاء العام الماضي وحصل أناحي على مجموعة من العروض خلال المركات الشتوية الحالية أخرها من برينتفود الإنجليزية ويسعى سدين أناحي للظهور بشكل جيد في كأس أفريقيا بعد فترة مليئة بالإصابات المتكررة ثلاث عوائق فاجأت منتخب المغرب قبل مباراة طنزانيا يواصل منتخب المغرب لكرة القدم تدريباته في مدينة سان بيدرو الإفوارية استعداد لمواجهة منتخب طنزانيا في السابع عشر من يناير الحالي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس أمم إفريقيا بالساحل العاشة والتي تضم أيضا كل من الكونغو الديمقراطية وطنزانيا وزامبيا ورغم نجاح الجامعة الملك المغربية لكرة القدم في ضمان إقامة مريحة لإعضاء بعثة منتخب المغرب بعد حجز فندق تملكه سيدة مغربية مقامة في الساحل العاشة فإن ذلك لا يعني تجاوز كل المعيقات التي قد تحول دون تحقيق نتائج ظهر في هذه البطولة الأفريقية وفقا لمعلومات ذكرها موقع العرب الجديد فإن هناك ثلاث معيقات فاجأت الجهاز الفني لمنتخب المغرب في حيثته التدريبية وتتعلق بعدم جودة أرضية ملعب التدريبات ونسبة الرطوب العالية إضافة إلى عدم جهوزيات حكيم زياش ورومان سيس ورغم أن ملعب التدريبات الذي وضعته اللجنة المنظمة بتصرف منتخب المغرب في سان بيدرو يبدو جيدا إلا أن واقع الحال أتبس عكس ذلك بعد إجراء حصتين متتاليتين الأمر الذي دفع وليد راكراكي إلى مطالبة اللاعبين باتخاذ الحطة والحضر أثناء الاحتكاك أو التسديد وذلك لتفادي وقوع إصابات قد تحرم بعضهم من خوض أول مباراة رسمية ضد منتخب طنزانيا وفي هذا الإطار ذكر موقع العرب الجديد أنه حصل على معلومات مؤكدة تفيد بأن المدرب وليد راكراكي طلب من اللاعبين تجنب الالتحامات القوية فيما بينهما حتى لا يتعرض أحدهم للإصابات كما دعاهم إلى التركز فقط على مباراة طنزانيا من دون التفكير في المبارتين المؤليتين ضد الكونغو الديمقراطية وزامبيا عملا بالخطة التي صار عليها خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 وفوجي لعب منتخب المغرب ومعهما الجهاز الفني بأكملها بارتفاع نسبة الرطوبة في سان بيدرو والحرارة المفرطة مع تساقطات مطرية غزيرة بين الفينة والأخرى وهو المناخ السائد حاليا في الدول الواقعة على الخط الاستوائي وذكر موقع العربة الجديد أن المدرب وليد راقراجي وجد نفسه مضطرا لإجراء تدريبات رغم التهاطل الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة حتى يتأقلم اللاعبون بسرعة مع الأجواء المناخ السائدة في سان بيدرو حتى يتأقلم اللاعبون بسرعة مع الأجواء المناخ السائدة في سان بيدرو ومن جهة أخرى ورغم الجهود الكبيرة المبدولة من طبيب المنتخب المغربي كريسوف بودوت والمعالجين الطبيعيين من أجل تجهيز اللاعبين رومانسيس وحكيم زياش فإن كل المؤشرات تؤكد أنهما ليس في كامل جهوزيتهم الفنية والبدنية ووفقا لما ذكره موقع العربة الجديد فإن المدرب وليد راقراجي طلب من الجهاز الطبي الإسرع في تأهل اللاعبين حتى يتسنى الاعتماد عليهم في مباراة التنزانيا في السابع عشر من يانير الجاري نظرا لمكانتهم المرموقة في منتخب المغرب وأيضا تأثيرهم الإيجابي على باقي زملائهما وليد منح شارة العمادة لأشرف حكيمي ضد السيرليون منح الناخب الوطني وليد راقراجي شارة العمادة في المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بناظره من السيرليون منحها للظاهر لأيمن أشرف حكيمي وفضل راقراجي منح العمادة لحكيمي بعدما فضل إراحة العميد غانم سيس ورغم تواجد حكيم زياش إلا أن النجم بريسان جرمان الفرنسي هو الذي تشرف بشارة القائد مثل ما هو معمل به في السلم التلاتبية داخل المنتخب المغربي يذكر أن مباراة المغرب والسيرليون انتهت بتفوق أصود الأطلس بثلاث أهداف موقع بهدف واحد وشهد التسجيل يوسف انصر لهدفين وصفين بوفا لهدف واحد إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم دولي المغربي صابق يدعم الأصود والرقراجي قبل انطلاق كأس أفريقيا بطريقة خاصة الرقراجي هدفي هو وضع صورة جديدة للمتواجين بالكان إلى جانب أبطال 1976 الرقراجي يحذر نجم المنتخب المغربي بشدة قبل كأس أمم أفريقيا